كمان أكد سيد رئيس على إنه الدولة المصرية مستمرة في العمل حتى يتم القضاء على الفقر في مصر وقال سيادته كمان إنه مشروع حياة كريمة وكل اللي بنعمله في مصر خطوة من ألف خطوة لسه هنعملها وهنكمل فيها فالأنا عايز أقوله إن إحنا في مصر اتحرقنا من سبع سنين وما زلنا وأنا بقوله إن إحنا نفضل نشتغل 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 حتى نخرج من هذا الفقر في مصر طيب لما جات الجائحة وقلنا إن إحنا في تقدير موقف الدولة وقلت إن كل دولة بتتعامل مع الجائحة تبقى لمعطيات خاصة بها هي إحنا من زي دول تانية وكمان تأثير الجائحة علينا من زي دول تانية طيب هناخد الإجراءات اللي هي الصحية والإجراءات وإرشادات من نظمة الصحة العالمية أكيد لأن دون مواطنين وبنخاف عليهم هنعمل الإجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا نحن نخفف عن الناس اللي تضررت زي القطاع السياحة وزي ما الدكتورة هالة وزارة التخطيط قالت أكيد القطاعات الأخرى اللي تضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي أكيد أن احنا نطلق مبادرة أو حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة وده كان أمر مبكر جدا اتحركنا فيه ممكن فيه دول كتير في العالم ما كانتش تحركت وإحنا قلنا لا على طول نضخ مئة مليار جنيه عشان نعزز ونحفز ونحافز على الشركات القائمة بالفعل إذا كان عليها أموال للكهرباء أو للضرائب أو لده تتأجل بس بشرط أن هم يحافظوا على أن العمالة اللي موجودة عندهم ما يتمش تسرح أو يعني أن هم يقولوا أن الظروف الجائحة ما تسمحش وبالتالي نماشي لا ما عملناش كده